السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة طبخ صحي العربي يما كيف كتشاهدوا سنقدم او سنفتح مع بعض المخللات اللي حضرناها مع بعض كذلك في القناة اللي هي مخلل بصل مخلل توم وكذلك مخلل فلفل حار نتائج رائعة بدون ان يفسد وكذلك الطعم ولا ارواع وكذلك القرمشة بالنسبة للتوم والبصل منتهى الروعة وستدركوا وستغلوا الوقت لوجود البصل وحضروه في هذه الايام لما لا ولكن شرطي كل بصل صغير الحجم فاندوزوا مباشرة لأول مرحلة كذلك سنحضر بعض المخللات بخضر موسم موسمية يعني فصل خريف الشيء اللي كنحتاجوه اولا الملح الصخري او الملح الحية هنا دائما كنقوم بادابة ملح صخري مقدار 250 جرام صخرة فيها 250 جرام في تقريبا 250 ملي من الماء وكنناخد منها مقدار تقريبا 100 ملي في كل 900 ملي لتر من الماء يعني تقريبا 50 جرام ما يعدل 50 جرام من الملح في كل لتر من الماء الذي يكون سبق غليوه ليتعقم وكنندوب فيه الملح الملح ممكن تكون ما بين 30 جرام حتى 50 جرام وممكن كذلك الاستغناء عن الملح بالمرة ولكن شرط ان القنينة تكون زجاجية وتكون معقمة والغطاء يكون حديدي فهذه من الشروط الرئيسية لنجاح المخلل بدون ملح هنا كي بلكم سنبدأ بالصفرجل او الصفرجل هنا كيف شاهدته عندي قنينة معقمة زجاجية معقمة وبالنسبة للتنكي فنستعمل القرنفول او كذلك حبة الهيل اللي هي قوعقلة غنقطع تقريبا مربعات بالنسبة للصفرجل فنحتفظ كذلك بالعدام والبذور اللي متواجدة داخل كل فاكهة ولكن الى كان فيها سوس فكنزول منها هذا السوس اللي كيكون من الداخل وكنحتفظ فقط باللحم والقشرة يعني السفرجل كنستعملوا كما هو ما عدا الى كان فيه سوس في الوسط فكنزولوا المناطق اللي كتكون سوسة وكنقطعوا الفاكهة وكننا نقطعوا قطع صغيرة لانا كتسهل علينا الرس في القنينة وفي نفس الوقت ما كياخدش مكان يعني القنينة كتمتالئ عن اخرها بصفرجل وما كيبقاش هناك متسع او ان الصفرجل كيبقى يعم في الماء فكنتأكدوا ان كتمتالئ جيدا واثناء ان كنقوم بملأها بصفرجل بين الفترة والتانية كنضيف الماء لتفادي تأكسد صفرجل لانه سريع تأكسد وبفضل غناه بمضادات الاكسادة بكمية كبيرة وهذه احسن طريقة الاستهلاك والاحتفاظ به هو التخليل اي خضر واي فاكهة فباحسن طريقة ان نستخدمها وممكن ان نستخدمها لطيلة السنة هي اننا بالتخليل وتحضير طبيعي بالمجان بدون حتى القنينات كنستعملوا القنينات المتواجدة كذلك في البيت يعني كتبقى مئة في مئة مجاني وكذلك ما ننسوش انه يكون هضر بالنسبة للخضر فهذه طريقة مفتازة للاحتفاظ كذلك بالخضر وتفادي الهضر طبيعة الحال كنرصوها جيدا ضروري اننا نحاول ما امكن ما يبقاش نهائي الفراغ ما بين القطع او اي خضرة مستعمالة هنا فضلت انني نقطع قطع صغيرة لانه كذا شاهدته القنيناة فراغة امتالي عن اخرها وكنحاولو دائما كنخلوه سنتيم او سنتيمين من القنيناة من فوق لانه الضروري ان الماء يكون مغطي الخضر والفاكهة وفي نفس الوقت كيبقى دائما كنخلوه مقدار سنتيم من الفراغ بين السوائل والفراغ والغطاء هنا كيف شاهدته استعملت القرنفل وحبت له وهي قوع قلة وضروري من الاوراق سواء اوراق زيتون اوراق الغار وكذلك حبات القزبرة او القزبر لانها تساعد جدا في تفادي تعفن كيبالكم هنا تغطى صفرجل جيدا وكيف قلت لكم ممكن يكون بدون ملح ولكن ما يكون مغلي ومعقم هنا غنمروا للنوع ثاني من المخللات يعني هذا الفيديو سجلتوه في الصيف بعض المقاطع سجله في الصيف منها الخيار والفقوس او الفقوس او القتاء بنفس طريقة الملح السخري مداب في الماء انا كنستعمل الملح لماذا؟ لانا كنستعملها في الصلاطات وكتكون الماء كيكون مناكه فكنستعمل فقط بضع قطع من المخلل كيكون هوات تتبيلة كنضي فقط زيت زيتون وكيكون هوات تتبيلة للصلاطة باكبرها ما كن لا احتاج نهائيا لاضافة التوابل وخاصة الناس اللي يحبوا النكاهات اللي كتكون طبيعية اكتر هنا كيبان لكم اغسلتهم جيدا ضروري الخضر الفواكية توصل جيدا الماء ضروري انه يكون مغلي وبارد الماء اللي غد ملحه او غيكون ماء للتخليل فكيكون ضروري مغلي وبارد لانه كيكون هالطريقة كدمن انه المخلل لا يفسد هنا قطعت شرائح طولية وكنقوموا بالرص دائما انتفادوا ما امكن انه يكون فراغ بين القطعة والاخرى بهالطريقة كنتستفدوا كذلك من المكان وكنستفدوا كذلك من اننا ما كنتستعملوش كمية كبيرة من الماء تخليل يعني الماء المملح للتخليل او ماء معقم مع الساملج يعني هنا يفد القنينة محتاجش نهائيا مقدار كأس صغير او نصف كأس صغير من الماء يعني القنينة ممتلئة عن اخرها هنا للتنكي فسعملت توم وورقة سيدنا موسى وورقة لوري كيف يقول له في المشرق او ورقة الغار هنا كنقطع توم نصفين وكنرسوه او كندخلوه ما بين حبات الخيار والفقوس او القتاء لتنكيه اكتر وكنغطيوه باوراق سيدنا موسى او أوراق الغار من فوق وهذه رهكت ضمن مئة في المئة ان المخللات تنجح ولا تتعفن بالمرة لكن فقط انكم تخليوا فراغ من الماء والمخلل وفي نفس الوقت يكون الغطاء محكم الغلق هنا اول تجربة بالنسبة لي البطاطس الحلوة او البطاطة الحلوة فاول مرة سوف نقوم بتخليلها نتمنى كذلك انها تنجح ان شاء الله نتخصم معكم بإذن الله الفتح القنينة بإذن الله وقواته ونخليكم كذلك الرابط في صندوق الوصف بعد شهرين او ثلاث اشهر ان شاء الله او ممكن كذلك فقط شهر او يعني بالنسبة المخللات فعلى الاقل انتظروا عشرة ايام خمسة عشر يوم وليس اقل وكل مطالة المدة كل مطالة المدة تحصلوا على نكهة اقوى قوام احسن وطعم مميز يعني كيكون مختلف حاولوا انكم تستعملوا تعملوا مخلل من نفس النوع فتحوا قنينة قبل يعني الى عشرين يوم او عشرة ايام وانتظروا ثلاث اشهر وعودوا فتحوا القنينة الثانية بعد ثلاث اشهر واطلاحطوا النتيجة والفرق بينهم هناك كذلك البطاطس مغصولة جيدا قشرتها ورصصتها جيدا كيبالكم انه مكينش فرغ نهائيا ماذا القطعة الثانية للتنكيه هنا استعملت الكركة ذي اللي سبقوا وردكم في حلقة المشتريات فهو كيجي رائع في المخللات كيعجبني جدا في اللفت ان شاء الله في فصل الشتاء نحضروا مخللات فصل الشتاء وكيكون نكهة رائعة مع اللفت الابيض هنا كذلك اضفت اوراق الزيتون وكنغطي كذلك ونحكموا الاغلاق بالغطاء الحيدي بالنسبة المبتدئين دائما ضروري انه يكون عندكم قنينات زجاجية بمنتجات او عند الجيران اللي يستعملوا هذه المنتجات فممكن انكم تطلبوا منهم بعض القنينات بروبيوتيك مجاني طبيعي وكذلك مكافح للهذر هنا انشارك معكم هذا المخلل في عمره اربع سنوات هذا مخلل ليمون بالنسبة للمخلل ليمون فالسنة الاولى كيكون الحبة كتبقى متماسكة وصلبة يعني كما هو كيف ما خزنتو كيف ما كيبقى ولكن مجرد ما كيتعدى عامين فمع هاد المدة اللحم او القطع الحامض كتصير او كتصبح كتدوب دوابان كيف شاهته هنايا والنكهته رائعة يعني الحامض المصير اللي كتمر على تخليله اربع سنوات ثلاث سنوات سنتين فنكهته وفائته كتكون اعلى بكثير مثله كمثل اسم الحاقف كنقوله اسم البلدي فهو كذلك كل ما طالت المدة كل ما كتطلع قيمته الغدائية وكذلك النكهة كتكون جدا مركزة هذا كيف قلت لكم مرة مرة لا تحضيروا اربع سنوات وكنتستعملوا في تتبيل السمك في تتبيل الدجاج وكذلك لتمليح السلاطات رائع كذلك السلصات مثل المايونيز فعود انكم تستعملوا الخال او الخردل فستعملوا كمية تمليح المايونيز بهذا المخل الحامض وشوفوا النتيجة نهائية لديه جدا هذا مخل البصل سبق وحضرت معكم مخل البصل ولاني لظروف هذا حضرته عند بيتنا في دارنا خمسة عشر يوم قبل عيد الأضحى يعني اكثر من شهرين اكثر من شهرين باش حضرته كبالكم انه شكل طبقة بيضاء من فوق فهذه لا تعني انه فاسد نهائيا ولا استعملتوا اوراق اللوري او ورقة الغار فهي كتساعد انه ما يكونش فيها طبقة سوداء بالنسبة للمبتدئين ولكن احنا بالنسبة لنا احتف الحامض الى تشكلت هذه الطبقة السوداء من فوق فكنزول فقط هذه الطبقة وكنستعملوا الحامض ولكن اوراق الغار واوراق الزيتون وحبات القزبرة فكتعاون وكتعطي نتيجة في المياه بدون تعفن هذا هو البصل كيف قلت لكم تقريبا 15 يوم قبل عيد الاضحى تقريبا تقريبا ثلاث اشهر بعد تحضيره كبالكم انه صلب يعني حافظ على القوام ذياله وشكله الخارجي نقشره قدامكم او امامكم مقرمش وفيه طعم رائع بالنسبة للناس اللي يحبوا ان مخلل البصل تكون فيه حموضة فممكن اللي يكون مدق الحامض او الحموضة بين فيه لان المخلل البصل ما كتكونش واضحة فيه الحموضة بالعكس كيكون طعمه الديد وخاصة اللي ضحتوا ليه بعض المنسمات كالقزبرة او اوراق اللوري كذلك فممكن ماء مخلل اي تخليل خيار او تخليل قتاء كلها الماء وكتضيفوا ليه هاد البصل من بعد ما تفتحوا عليه من القنينة كتزولوا ليه القشرة وممكن انكم تقطعوه على اربعة وتضيفوه الماء المخلل اه الخيار او اه اي نوع سبقوا بقى لكم ماء التخليل اللي فيه هنا غنمروا التوم وبالنسبة البصل فهو كيكون مقرمش جدا يعني الناس اللي كيحبوا المخللات تكون مقرمشة فهو كيكون مقرمش جدا ممكن انكم ترجعوا للحلقة تحضير تخليل البصل على الطريقة التقليدية الاصلية هذا التوم كيبال ليكم الفقاعات اللي كتصاعد وبالنسبة لهذه الفقاعات فدائما على حسب هناك بعض الخضر اللي كتعطيها هذه الفقاعات بكميات كبيرة وبعض الخضر ما كتعطيش هذه الكميات يعني كتعطي كمية خفيفة الى شبهمون عديمة يعني على حسب النوع وكذلك على حسب القنينة واش كانت محكمة الاغلاق الى كانت منفسة او فيها كيمر لها ولو شيء بسيط من الهواء فممكن انها ما تكونش فقاقع ولكن هذا ما كيعنيش انه فاسد بالعكس حتى هو جيد بالنسبة للتوم فممتاز ممتاز جدا في النسبة للسلسات طازج يعني ماشي السلسات اللي كنقوم بطهيها فوق النار كيتضاف للسلسات وخبراتني او ام عاصم قالت لي بانها كتحضر به المايونيز كيعطي نتيجة ممتازة وهكذا غير هكذا قرمشة رائعة لمحبي واكد لمحبي التوم او المخللات المقرمشة الماء دائما مياه تخليل لا ترموها نهائيا لانها هي اللي قد تستعملوها في تمليح بالنسبة للتوم ممكن انكم تقوموا بخلط كمية من ماء كل مخلل وممكن انكم نضيفوها السلسات او السلطات وبنسبة لتاني نقطة اخرى بغيتنا نتكلم عليها هي في انتداء ان هنا نقوم بفتح الفلفل الحار هنا الفلفل الحار كذلك محكم الغلق ولكن كانت فقعقع بسيطة جدا نسبة الناس اللي كيف سدليهم فهنا كي بلكم ان نضفت له كمية بسيطة من زيت الزيتون يعني بدون اضافته لا ورقة غار او ورقة سيدناموسا ولا اوراق زيتون يعني خللته كما هو فقط ماء مملح وضفت طبقة بسيطة من زيت الزيتون وحتى ترجعوا كذلك نخليكم رابط تحضير او احتفاظ بالفلفل الحار بطرق مختلفة باش تشوفوا طريقة تحضير او تخليل الفلفل الحار نكهته ممتازة 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 يعني كذلك ممكن انكم تناولوه مع البقوليات يعني عند التقديم منها كناخدو طعم الحار الحار ميد شيئا ما وكذلك نكهة الفلفل الحار اه ارجع لكم النقطة هي المخللات مع اي شيء نتناول مخللات المخللات كنتناولوها مع اي شيء او اي طبق فيه عسر هدم مثلا مخللات كنتخذ مع البيض المقلي او البيض المسلوق كنتخذ مع وصفة او وجبة فيها لحوم وكتخذ كذلك مع البقوليات والقاطاني يعني اي حاجة ممكن انها تسبب عسر هدم فالبقوليات منها او المخللات منها كتساعد في الهدم ومنها كتعطي نكهة وطعم لكل ما يقدم من اللي اسبق وذكرت يعني اللحوم صفة عامة حتى الاسماك كذلك كتكون نكهة رائعة مع المخللات وطبع الحال الفائدة مئة في المئة وبدون من اشتري ونهائيا اي بروبيوتيك من الصيدليات لانه كيكون نوع او نوعين او ثلاث انواع بخلاف الى حضرنا في البيت فدائما كيكون عندنا تشكيلة من البروبيوتيك بالنسبة المخللات اللي حدرت معكم في بداية هذا الفيديو فهنا تقريبا مرض الى تقريبا خمسة عشر يوم كيبالكم ان فيها الفقاقي فهي دليل على انها ناجحة كيبالكم ان القنينات زجاجية وغطاءها حديدي بالنسبة الجزر اللي كتشاهدوا فهذا في نهاية في نهاية في فصل الشتاء او بداية فصل الربيع تم تحضيره وبالنسبة الحامض فهذا كذلك فعمره اربع سنوات ما يمكنش غدا نفتحه لاننا فاتحين قنينا اكبر كيبال لكم بعض الاخوات كانوا سولوني هل ممكن اننا نحتفظو بي اكيد ممكن اننا نحتفظو بي ونستعمله سبق وذكرت لكم انه فعلا لذيذ ودائما نقوموا بالاحتفاظ ولو بقنينا واحدة من المخللات وخليوها كيف كانوا ناس زمان بالنسبة للسمين الحار فكانوا كيستعملوه وكيقولوا اسم الحيل اللي كيكون فيه كيبكون مرع لا تحضيروه عشر سنوات عشرين سنة هناك اسم اللي كيكون عنده ثلاثين سنة يكفي فقط اننا نقوموا بإحياء هذه العادات عادات الاجداد عادات الشعوب العربية غنية صحية مغدية كذلك كبالكم اننا حضرنا سبق وحضرت كذلك في الصيف مخلل البنجر أو البنجر أو الباربا حتى هو ما نقومش بفتكه حاليا فتحت فقط عندي خيار وقتاء ومعها الحامض فنتظر انني نكمل هاد القنينات ولانني ضروري انني وريكم مخللات سبق وحضرت معكم فلهذا فتحت التوم والبصل والفلفل الحار وأستسمح مرة أخرى لأن الفيديو كان طويل وكثير الكلام كثير الكلام أستسمح مرة أخرى ممكن كذلك أنكم تتحقوا بنا على الانستغرام ففيه كنحضروا أو كنقدموا بعض الوصفات أو وجبات اليومية اللي كنستعملوا فيها بعد تحضيراتنا على القناة لأنه يتعدر لنا أننا نحضروا دائما بعض الأطباق بهذه التحضيرات التي تكون في القناة فالانستغرام كيكون فيه تواصل أكثر وكذلك إجابة عن تساؤلاتكم وفيه بعض النصائح وبعض مقادر ووصفات اليسبقوا نزلت على القناة فكيبقى الانستغرام صلة التواصل مع المتتبعين ولكنتو كتزورونا لأول مرة بالنسبة الزوار الجدود فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالنسبة المتتبعين الكرام واللي تحقوا بنا مؤخرا مرحبا بكم وانتمنى نكونوا دائما عند حسن الدرن والمحتوى يكون كينال إعجابكم وفيه فائدة وانتمنى فعلا أنه يكون كيفيدكم كنتقسم معكم ما أمكن ذلك الشي اللي كنعيش بي في حياتي واللي لقيت فيه كذلك المنفعة فانتمنى فعلا أنه يكون كيفيدكم وأستسمح على كتر الكلام لتفادي أن يكون هناك تقصير فما تنسوش لايك وتعليق وتبارتاجيه مع الأصدقاء والعائلة باش تكبر كذلك القناة وتعم الفائدة لما لا فانتلقى وان شاء الله رحمنا فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة